بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علمًا وأصلح لنا شأننا كله ولا تكننا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم يا ربنا بارك لنا في جمعنا هذا اللهم أنزل علينا فيه السكينة اللهم اجعله باب زيادة إيمانٍ ورفعه اللهم اجعله حجةً لنا لا علينا اللهم اجعله مرتقًا لنا إلى الخير ونيل رضوانك يا ربنا معاشر الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقاءنا هذا في موضوعٍ غايةٍ في الأهمية ألا وهو تجديد الإيمان والإيمان كما لا يخفى أعظم المطالب وأشرف المواهب وأجلُّ الغايات وأنبلُ المقاصد الإيمانُ هو الذي خُلِقنا لأجله وأوجِدنا لتحقيقه وهو الذي به ننالُ سعادة الدنيا والآخرة من عمل صالحًا من ذكرٍ أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياةً طيبة ولنجزينهم أجرًا بأحسن ما كانوا يعملون بالإيمان دخول الجنة وبالإيمان النجاة من النار وبالإيمان رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة كما قال الله عز وجل وجوهٌ يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم يوم القيامة يعني معاشر المؤمنين وللإيمان من الثمار والآثار في الدنيا والآخرة ما لا حد له ولا عد والعاقل من يُعنى بإيمانه ويجعل اهتمامه بإيمانه في أولويات اهتماماته ومقدمات أولوياته كيف لا وهو الغاية العُظمى والمطلب الأجل ويتأكد هذا الأمر حينما نستشعر ونعلم أن الإيمان بحاجةٍ مستمرة لا أقول في كل يوم بل في كل ساعة إلى تجديد لأن ما يصرف عن الإيمان ويشغل عن تتميمه وتكميله في هذه الحياة أمورٌ كثيرة والشواغل عديدة والصوارف متنوعة تأتي للمرء من هنا وهناك وتخدشه من كل جهة فيحتاج المؤمن إلى أن يكون دائماً متأقضاً ودائماً إيمانه عنايةً دقيقة يعمل على تجديد إيمانه وتقوية صلته بربه ويعمل على سلامة نفسه من النواقص والقوادح التي تؤثر في الإيمان نقصًاً وضعفًا وقد جاء في الحديث وعند الحاكم في مستدركه والطبران في معجمه عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم يخلق كما يخلق الثوب انظر إلى هذا الثوب الذي تلبسه وتعنى بنظافته وتعاهده دائماً ولهذا تجد الإنسان بين وقت وآخر ينظر إلى ثوبه وربما أيضًا يسأل من حوله هل علق بثوبه شيء خاصةً إذا مر بمكان يخشى أن يكون قد علق بثوبه بعض الأوساخ فتجده يتعاهد ثوبه ويعنى بنظافته ولو أصيب بشيء من الأوساخ لا يصبر على بقائها بل يريد أن يبقى ناصعًا نقيًا أبيضًا صافيًا سليمًا من الأوساخ وإذا كان الثوب الذي يحرص كلٌ على جدته ونظافته يخلق ويصيبه ما يصيبه من الأوساخ فيحتاج إلى غسلٍ وتعاهد وعناية فإن مقام الإيمان أعظم وشأن الدين أكبر وأمره أجل ومن كان يُعنى بثوبه فلا حرج عليه لكن إيمانه أولى بالعناية وأجدر بالاهتمام إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب حتى الإيمان الذي في القلب الذي هو الركيزة والأساس الذي يُبنى عليه العمل الظاهر يخلق فإيمان المرء في داخله من جوفه يخلق قد يكون في بعض الأزمنة قوياً ثم يصيبه ما يصيبه فيخلق إيمانه يصبح ضعيفاً جداً في قلبه رقيقاً في قلبه لماذا؟ لأنه قد توالت عليه توالت عليه الصوارف والفتن والصواد والملهيات والمشغلات إلى أن يصبح الإيمان في داخل الإنسان وفي جوفه ضعيفاً جداً حتى إنه ليصبح في بعض أحواله مظهراً بلا مخبر وصورةً بلا معنى وهذه مصيبة إذا لم يكن المرء فعلاً متعاهداً لإيمانه حريصاً على تجديد إيمانه فإن إيمانه يخلق ليس هذا فقط بل يذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى سُئل أَيَزِيدْ الإيمان وينقص؟ قال يزيد حتى يبلغ أعلى السموات وينقص حتى يكون في أسفل سافلين والثوري رحمه الله سُئل أَيَزِيدْ الإيمان وينقص؟ قال يزيد حتى يكون أمثال الجبال وينقص حتى لا يبقى منه شيء ولهذا هذه المسألة فعلاً تحتاج إلى فقه أعني إيمان الشخص كل نظره في إيمانه هذه مسألة تحتاج إلى فقه تحتاج إلى تفقه ولهذا قال أبو الدرداء رضي الله عنه قال إن من فقه الرجل أن يعلم أمزداد إيمانه أو منتقص وإن من فقه الرجل أن يعلم نزغات الشيطان أن تأتيه من أين تأتيه هذه مسألة تحتاج إلى فقه إذا مشى هكذا في الحياة لا ينظر في هذا الأمر ولا يتأمل ولا يتدبر يفاجأ أن إيمانه أصبح رقيقاً ضعيفاً واهياً وربما ذهب إيمان الإنسان وهو لا يشعر ولهذا يحتاج فعلاً المؤمن إلى أن يحرص على تجديد الإيمان يحرص على تجديد الإيمان إذا كان يجدد الثوب ويتعاهد الثوب فالإيمان أولى بهذا التجديد وأولى بهذه العناية وأولى بهذا الاهتمام ولابد في هذا المقام من فزع إلى الله ولجوء صادق إليه لأن إيمانك بيد الله هبة منه جل وعلا يتفضل به على من شاء ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبداً ولكن الله يزكي من يشاء ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلاً قال عز وجل ولكن الله حبَّب إليكم الإيمان وزيَّنه في قلوبكم وكرَّه إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلاً من الله ونعمه والله عليم حكيم ولهذا صح في الدعاء الماثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام اللهم زيِّننا بزينة الإيمان واجعلنا هداتاً مهتدين لا يزين قلبك بالإيمان إلا إذا زيَّنه الله به ولا يُعمر قلبك بالإيمان إلا إذا عمره الله به فأنت بحاجة إلى أن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى صادقاً مع الله أن يُجدد الإيمان في قلبك كما أوصاك نبيك عليه الصلاة والسلام فاسألوا الله أن يُجدد الإيمان في قلوبك أنت بحاجة إلى صدق مع الله سبحانه وتعالى في التجائك إليه سبحانه وتعالى أن يُجدد الإيمان في قلبك ثم مع هذا الدعاء ثم مع هذا الدعاء تُجاهِد نفسك بما دعوت الله به والقاعدة عند العلماء في باب الدعاء إذا دعوت الله بمطلوب من مصالح دينك أو دنياك فأتبع الدعاء ببذل السبب كما قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله ليس يدعو ويبقى جالساً بل يدعو ويبقى مجاهداً لنفسه بما دعا الله سبحانه وتعالى به فيأتيه العون ويأتيه التسديد ويأتيه التيسير والتوفيق من الله سبحانه وتعالى فيجاهد نفسه على ما يكون به حفظ إيمانه وتكميل دينه وهذه العملية عملية تجديد الإيمان هي عملية ينبغي أن تكون مصاحبة للمسلم في كل يوم من أيامه كل يوم من أيامه يعمل على التجديد لإيمانه من خلال وسائل ومجالات كثيرة هيأه الله سبحانه وتعالى له وجاء تبيانها في كتاب الله وصنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه ومن أهم ما يكون في هذا الباب أن يكون يوميا مرتبط بالعلم الشرعي يوميا يكون مرتبط بالعلم الشرعي لأن العلم الشرعي لمن وفقه الله سبحانه وتعالى لتحصيله بنية صالحة يعد صمام أمان في حفظ الإيمان وتقويته ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقه في الدين وقال عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة والعلم نور لصاحبه وضياء له في طريقه وفي سيره بالعلم يميز المرء بين الهدى والضلال والحق والباطل والنور والظلام وبدون العلم تلتبس عليه الأمور وتختلط عليه الأشياء ولهذا يحتاج العبد في هذا المقام مقام تجديد الإيمان إلى علم يهديه يهديه أي إلى طريق الخير كيف يسلك طريق الخير ولا علم له به ولا بصيرة كيف يقوي إيمانه وهو لا يعرف مقويات إيمانه كيف يتقي الأمور التي تضعف الإيمان وهو لا يعرف وقد قيل قديما كيف يتقي من لا يدري ما يتقي إذا كان لا عناية له بالعلم ولا دراية به كيف يتقي ما ينبغي أن يتقى وهو أصلا لا يدري ما الذي ينبغي أن يتقى ولهذا من أهم ما يكون في هذا الباب أن يُعنى عناية يومية يومية بالعلم ولهذا ينبغي أن يكون له حض يومي مع العلم العلم الشرعي لا تدخله لا تدخله الإجازة لا صيفية ولا غيرها العلم مع المرء في كل أيامه ولهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام كل يوم إذا أصبح بعد أن يصلي الصبح يقول في دعاءه اللهم إني أسألك علماً نافعاً ورزقاً طيباً وعملاً متقبلاً في كل يوم يسأل الله العلم النافع لأنه مطلوب من المرء في كل يوم من أيامه ولهذا ينبغي للمسلم أن ينتبه لهذه القضية أن العلم الشرعي لا ينفصل عنه مشكلة كثير من الناس أنه منفصل عن العلم الشرعي أعطى كل شيء وقته إلا العلم الشرعي لم يعطيه من وقته لا قراءة لكتب العلم ولا حضوراً لمجالس أهل العلم ولا سماعاً لتقريرات أهل العلم ثم يتألم من ظلمة قلبه وقسوته ورقة دينه وبعده عن طاعة الله سبحانه وتعالى وهو أوصد هذا الباب العظيم الذي نفسه بحاجة إليه وأعظم ما يكون في العلم الشرعي العناية بالقرآن الكريم القرآن الكريم أمره عجب في تقوية الإيمان وزيادة اليقين وتمتينه في القلب قال الله سبحانه وتعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانة فأما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً وهم يستبشرون قال عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقاً فالقرآن له تأثير تأثير عجيب جداً في تقوية الإيمان وزيادته في القلوب تقوية الصلة بالله سبحانه وتعالى لكن هذا التأثير للقرآن لا ينال بمجرد القراءة أو بالقراءة المجردة دون تأمل وتدبر وتمعن في المعاني والدلالات ولهذا قال ربنا جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب وقال جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً وقال جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها وسبحان الله التدبر للقرآن يعد حاجزاً من النكوس والانحراف لأن هدايات القرآن لا تحصل إلا بالتدبر والتأمل للقرآن وإذا حصل هذا التدبر والعقل لمعاني القرآن الكريم أصبح عند العبد حصن بإذن الله يقيه من النكوس على الأعقاب ومن الانحراف والضلال أتأمل في هذا المعنى الآيات في سورة المؤمنون حيث يقول الله سبحانه وتعالى قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكسون مستكبرين به سامراً تهجرون أفلم يتدبروا القرآن أي لو أنهم تدبروا القول لما نكسوا على الأعقاب لكان تدبرهم للقول حامياً وحافظاً وواقياً لهم من النكوس على الأعقاب ولهذا هذا الانحراف والنكوس على الأعقاب بسبب البعد عن القرآن القرآن هو كتاب الهداية هو كتاب السعادة إن هذا القرآن يهدي للتي أقول القرآن كله هداية كم من أناس وأناس هداهم الله وشرح صدورهم وتعمق الإيمان في قلوبهم بآية واحدة وقعت في قلبه موقعاً عظيماً ولهذا التدبر هو الأساس لهذا الباب لا يكن همك وأنت تقرأ القرآن متى أختم الصورة وليكن همك وأنت تقرأ القرآن متى أهتدي بالقرآن متى أنتفع بالقرآن متى أكون من أهل القرآن أهل الله وخاصته وليس أهل القرآن من حفظوه حفظاً مجرداً أو قرأوه كراءة مجرداً وإنما أهل القرآن من فهموا كلام الله وعملوا بكلام الله الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوتي أولئك يؤمنون به يتلونه حق تلاوتي قال ابن عباس وغير واحد من فسرين يتبعون حق اتباعه هذا معنى يتلونه حق تلاوتي يتلونه حق تلاوتي أي يتبعونه حق اتباعه بهذا يكون المرء من أهل هذا القرآن العظيم ولهذا تلاوة القرآن سبحان الله إذا كانت عن تأمل تأتي الهداية وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه تلاوة القرآن باب عظيم للهداية لكن مع التأمل والتدبر والعقل لكلام الله سبحانه وتعالى ثم باب العلم الذي يزداد به الإيمان واسع جدا إذا جئنا إلى السنة والسيرة النبوية هذه باب عظيم جدا في تقوية الإيمان وأيضا سير الصحابة الكرام ومن اتبعهم بإحسان هذا باب عظيم جدا من أبواب تقوية الإيمان عندما يكون المسلم مرتبط بكراءة دائمة في سيرة النبي العطرة صلوات الله وسلامه عليه وأخباره العظيمة وسير الصحابة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي هذه الكراءة الدائمة المستمرة تولد في القلب محبة قوية لهؤلاء القدوات وإذا تولدت في القلب هذه المحبة نشأ عن ذلك الاتباع والسير على المنهاج الذي كانوا عليه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان انظر الخلل الكبير الذي حصل في كثير من الشباب والشابات في هذا الزمان عندما يمموا في الكراءة والنظر إلى قراءة أخبار التافهين والتافهات وأشبه هؤلاء من الهمل وأخذوا يقرأوا في كصصهم وأخبارهم كيف انحطوا انحطاطا شديدا وحصل فيه من حراثات شديدة بسبب هذه الكراءات ولو أنهم توجهوا في كراءتهم ونظرهم إلى سير الأخيار وأخبار الأبرار من عباد الله سبحانه وتعالى لرأوا ثمرة ذلك ولهذا يحتاج العبد في هذا الباب باب تجديد الإيمان أن يكون عنده ارتباط بأئمة الدين أئمة الدين حتى يقتدي بهم حتى ينهج نهجهم حتى يسلك سبيلهم حتى يكون على منهاجهم وهذا باب عظيم من أبواب تقوية الإيمان وتنميته في القلوب أيضاً كل ما يعينك على الصلة بالله والتعظيم لله والإجلال لله ويأتي في مقدمة ذلك المعرفة بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته وأفعاله وأن تتأمل في مخلوقاته الدالة على عظمته وجلاله فإن هذا يقوي الإيمان في القلب تقوية عظيمة جداً وعجيبة للغاية تتأمل في أسماء الرب عز وجل ما يزيدك خشية لله وحباً وتعظيماً وإجلالاً لله تبارك وتعالى فإن من كان بالله أعرف كان منه أخوف ولعبادته أطلب وعن معصيته تبارك وتعالى أبعد أيضاً في هذا المقام مجاهدة النفس على الأعمال الصالحة الأعمال الصالحة ضرورية جداً في تحقيق الإيمان وتنميته فكما أن الأعمال الصالحة من جهة هي من الإيمان وخصاله وشعبه فإنها من جهة أخرى تحقق الإيمان ولهذا يحتاج العبد إلى تعاهد نفسه دائماً بالعمل الصالح المقرب إلى الله سبحانه وتعالى فإن المحافظة على هذه الأعمال من أعظم ما يكون معونة على تقوية الإيمان وبقائه وحفظه خذ مثالاً على ذلك الصلاة قد قال الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كم في الصلاة من تجديد الإيمان كم فيها من صلة بالله سبحانه وتعالى انظر في نفسك عندما تكون محافظاً على هذه الصلاة معظماً لها معتنين بها كم لها من الأثر على قلبك في تحقيق الإيمان وانظر حال من ابتعد عن هذه الصلاة كيف أن بعده عنها تولد عنه ضعف الإيمان في قلبه ولهذا قال السلف رحمهم الله الإيمان قول عمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية فالطاعة تزيد الإيمان وتقوي الإيمان كلما ازددت طاعة وعبادة وتقرباً لله سبحانه وتعالى كان ذلك من الأسباب والوسائل المعينة على تقوية الإيمان وتمتينه هذا جانب في الموضوع جانب آخر في هذا الباب وهو جانب حفظ الإيمان من الأمور التي تنقص الإيمان وتتسبب في ضعفه ووهائه وربما أيضاً ذهابه وينبغي أن يعلم كما أن المسلم مطلوب منه أن يعرف أسباب الإيمان وأسباب زيادته وقوته ليعمل بها ويحافظ عليها فإنه مطلوب منه في الوقت نفسه أن يعرف أسباب ضعف الإيمان حتى يجتنبها وحتى يكون على حذر منها واعلم أيها المسلم أن لك عدواً في إيمانك يراك ولا ترى متسلط عليك في كل وقت يأتيك من كل جهة وأنت لا ترى وليس له مهمة إلا هذا الإيمان الذي عندك يعمل ليل نهار بكل الوسائل وشتى الطرق ليذهب عنك هذا الإيمان لا هم له إلا هذا كما ذكر الله سبحانه وتعالى من شأن وحال هذا العدو في قوله جل في علاه عن الشيطان أعاذنا الله عز وجل منه قال ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين ولا تجد أكثرهم شاكرين هذه قالها متى؟ متى قالها الشيطان؟ قالها قديماً قالها قديماً عندما حصلت منه الغواية قال ربي بما أغويتني؟ حين ذاك قال هذه الكلمة قال ولا تجد أكثرهم شاكرين هذا ظنه في الناس أنهم يكونوا كذلك ولهذا قال الله في سورة سبا ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوا إلا قليلاً من المؤمنين أقولها بعبارة دارجة ربما يكون لها شيء من الوقع في فهم المعنى أقول أكثر الناس ما خيبوا ظن إبليس فيهم أكثر الناس ما خيبوا ظن إبليس فيهم ظن في أكثر الناس أن يكونوا أتباعه هذا الظن الذي ظنه حصل في أكثر الناس إلا القليل الذين نجاهم الله ولهذا اجتهد أن تكون في أهل النجاة أهل السلامة من هذا العدو الذي أمرك الله سبحانه وتعالى أن تتخذه عدواً ليست مسألة الأعداء مسألة اقتراحات الآن بعض الناس هو الذي يحدد من هم أعداءه ويقترح وتجده يعادي من لا يعاده والله بعض الناس الآن يعادي الصالحين من عباد الله ويبغضهم ويكرههم ويمتل قلبه في الغل وأشياء كثيرة عليهم ويعتبرهم هم العدو اللدوت له وهذا كله من نزغ الشيطان العدو الله سبحانه وتعالى هو الذي حددنا من هم أعداءنا أليس الله قال والله أعلم بأعدائكم الله عز وجل هو الأعلم هو الذي بيّن لنا وأشد الأعداء لنا الذي يجب أن نتخذ فعلاً عدو الشيطان إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير ولهذا احتاج الإنسان فعلاً في هذا الباب باب تجديد الإيمان أن يتخذ الشيطان عدو ما يمكن يسلم لك إيمانك إلا باتخاذ الشيطان عدو تعاديه عداوة شديدة تولد هذه العداوة الحذر الشديد من نزغ الشيطان ووساوسه وصده عن دين الله سبحانه وتعالى والحذر من طرائقه ابن القيم ضرب مثال رحمه الله تعالى لبيان حال الشيطان مع الإنسان مثال يوضح يقول مثل الشيطان والإنسان كمثل شخص مع قطعة من اللحم القطعة من اللحم هي الإيمان مع قطعة من اللحم بين يديه وحوله كلب جائع يطوف به من كل جهة ينتظر أقل غفلة من صاحب اللحم ليخطف منه لحمه وهذه حال الشيطان سبحان الله يطوب بالإنسان من كل جهة وقاعد له بكل طريق كما قال نبينا عليه الصاتح إن الشيطان قاعد لابن آدم بأطرقه بكل طريق الله سبحانه وتعالى يقول واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورة إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكينا هذا أمر لا بد أن يستشعرها العبد وكما قال بعض السلف عدو يراك ولا تراه شديد المؤنى لكن هذه المؤنى الشديدة تهون مع قوة الصلة بالله والذكر لله فإن ذكر الله سبحانه وتعالى حصن حصين من الشيطان الرجيب إن عبادي ليس لك عليهم سلطان العبد الذاكر لله الملتج إلى الله ليس للشيطان عليه السبيل سبيله على من يعش عن ذكر الله ومن يعش عن ذكر الله نقيض له شيطانا فهو له قرين أيضاً في هذا المقام يحتاج المرء إلى أن يحذر من قرناء السوء خلطاء الفساد أهل الشر يحذر منهم سواء القرناء من الأشخاص أو القرناء من الوسائل الحديثة لأن زماننا هذا استجد فيه من القرناء ما لم يكن له وجود في الأزمنة الأولى هذه الأجهزة التي أصبحت مع الناس في أيديهم وبيوتاتهم أصبحت قريل للمرء ملازم له ويصاحبها باستمرار وكم أضعفت من إيمان هذا الجهاز الذي يحمله كثير من الناس في أيديهم وفي جيوبهم كم كان لها من أثر في ضعف الإيمان ورقة الدين بسبب ما يبث فيه ويدخل فيه من وسائل الهدم للدين والخلق والعقيدة مما أضر بكثير من الشباب ولهذا إغلاق المنافذ التي تضعف الإيمان ويترتب عليها رقة الدين هذا مطلب أساس هم أن يدخل المرء ولا يبالي في هذه المواقع الموبوئة والأماكن المشبوهة وأماكن الرذيلة وفي الوقت نفسه يريد أن يبقى إيمانه سليما هيهات ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء ما يكون هذا لا بد من أخذ بوسائل النجاة بإغلاق هذه المنافذ ولهذا جاء في الحديث العظيم في المسند وغيره أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال إن الله ضرب مثلا سراطا مستقيما وعلى جنبتي السراط أبواب وفي الأبواب ستور مرخات ومناد ينادي من أول السراط يا عباد الله أدخلوا السراط ولا تعوج ومناد ينادي من جوف السراط يا عبد الله لا تفتح الباب فإنك إن فتحته تلج قال أما السراط فهو الإسلام وأما السوران فحدود الله وأما الأبواب التي عليها ستور مرخاة فمحارم الله أماكن الحرام فمحارم الله وأما الداعي الذي يدعو من أول السراط فكتاب الله وأما الداعي الذي يدعو من جوف السراط فواعظ الله في قلب كل مسلم الشاهد من الحديث لا تفتح الباب فإنك إن فتحته تلج هذه الأبواب الكثيرة التي إن فتحها المرء على نفسه أنظر أشاهد الفضول الذي أضر بكثير من الناس لا تفتح الباب لا تفتح على نفسك باب فتنة باب شر أغلق الباب حتى لا تدخل عليك الروائح الخبيثة والأفكار الرذيلة هذا القلب الذي يطلب نقاؤه وصفاؤه وسلامته نفوذ هذه الأشياء المذرة إليه إما عن البصر أو عن السمع هي المنافذ فاحفظ سمعك واحفظ بصرك من أن تنفذ من خلالهما إلى قلبك ما يكون به هلكة القلب ومرض القلب ولهذا هذه الأجهزة يجب على المرء أن يتعامل معها بحذر وأن يحرص على أن لا ينفذ منها إلى قلبه ما يمرض قلبه احرص على هذا أن لا ينفذ من هذه الأجهزة إلى قلبه ما يكون سبباً في مرض قلبه وضعف دينا وأيضاً في هذا المقام مقام تجديد الإيمان يحترز المرء من النفس الأمارة كما قال الأمارة بالسوء كما قال الله إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي وهذه النفس النفس البشرية سبحان الله يجتمع فيها أمور أمور كثيرة جداً ويحتاج العبد إلى أن يعمل على السلامة من نفسه فيما تأمره به وتدعوه إليه من شر النفس أمارة بالسوء النفس أمارة بالسوء ولهذا تجد الإنسان من داخله تأتي أوامر بالسوء من داخله تنبع من نفسه وإذا أصبح المرء مطاوعاً لنفسه فيما تطلب فيما تدعو إليه هلك آلكته نفسه ولهذا الذي ينبغي مع النفس هو ما ذكره الله في قوله في سورة الحشر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفسهم ما قدمت لغد ليس كل ما تطلب الناس تطاوع فيه وإنما ينظر ما قدم لغد ماذا قدمت نفسه لغد ما الذي ينفعه غداً يوما يلقى الله سبحانه وتعالى فيحاسب نفسه ويزن أعماله في هذه الحياة الدنيا قبل أن يحاسبه الله سبحانه وتعالى هذا باب عظيم جداً هو حقيقة من أعظم وأهم ما ينبغي أن يعنى به المسلم في هذه الحياة الدنيا العمل على تجديد إيمانه وصفاء دينه ونقاء دينه وصلته بربه تبارك وتعالى وأن يكون هذا التعاهد مستمراً إلى أن يتوفاه الله سبحانه وتعالى غير مغير ولا مبدل والتوفيق بيد الله وحده لا شريك له يهدي من يشاء ويضل من يشاء الأمر أمره والتوفيق بيده ولا حول ولا قوة إلا بالله هدانا الله أجمعين وشرح الله صدورنا للخير وأصلح لنا شأننا كله وزيّننا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين غير ظالين ولا مظلين وغنّمنا أجمعين وأمة الإسلام خيرات هذا الشهر العظيم وبركاته وأصلح لنا شأننا كله اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم اغفر لنا ولوالدين وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا الله متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثالنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه